ما يزال المشهد السياسي يدور بشأن مسار التحالفات الضبابية تخيم على ملامح شكل التفاهمات رقم وجود بعض التقاربات بين الأطراف السياسية ولعل التقارب بين السيد الصدر والقوى الكردية هو الأبرز على الساحة السياسية والذي قد يدفع نحو تحالف مشترك بعد المصادقة على النتائج هناك تقارب وهناك تفاهم بين القوى الكردية والتيار الصدري وهناك وفود متبادلة وهناك خلف الكواليس تجري محاولات وتفاهم وتناغم بين التيار الصدري وبين الأكراد وهناك توجه من قبل القوى الكردية توجه إلى التيار الصدري بما أنه الكتلة الأكبر اقتراب الصدر من الأطراف الكردية إلى جانب مراحل متقدمة من التفاهمات مع الأطراف السنية معطيات لمعادلة الكتلة الأكبر التي قد تكون كفتها الأرجح في ميزان التحالفات ومهمة تشكيل الحكومة المقبلة اليوم التقاربات الموجودة بين السيد الصدر والأكراد هي دليل واضح هناك سوف تكون حكومة أغلبية وطنية اليوم السيد الصدر لديه رؤية ستراتيجية حوله عدم الرجوع إلى الحكومة المحاصصية والتوافقية الرجوع إلى الحكومة الأغلبية الوطنية هي مطلب الشارع العراقي ومطلب تشرين ورغم أن خطوات التفاوضات بين الفوعل السياسية تسير على رمال متحركة وفقا لحسابات وتوازنات سياسية لكن المؤشرات تشي بأن حكومة الأغلبية قد يعلو كعبها بعد المصادقة على نتائج الانتخابات كما أكدها الصدر مراراً من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير